أعزائي الطلاب، برحب فيكم معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية درسنا اليوم سيكون في قسم القواعد، ونتابع تصريف الأفعال النظامية في الزمن الماضي إذن درسنا هو الدرس لعدة 30 الجزء الثاني تصريف الأفعال النظامية في الزمن الماضي طبعا قبل ما نبلش بالدرس ونستكمل فيه ملاحظة كتير كتير مهمة سؤال وردني من أحد الطلاب سؤال مهم جدا لذلك بدي أطرح الفكرة هلا عليكم جميعا مشان تنتبهوا لهالنقطة في طالب سألني أنه الفعل ممكن يكون مثلا في الزمن الحاضر مثلا فعل نظامي تصريفه وفي الزمن مثلا الماضي بخطيغتهم فعل جاز أو بالعكس هذا الحكي غير صحيح إذن الفعل النظامي بيكون نظامي في كل الأزمينة إذا منقول عن فعل أنه هو فعل نظامي ونحن قلنا معظم الأفعال في اللغة الإيمانية فعال نظامية فإذن تصريفاته هي تصريفات الفعل النظامي سواء في الزمن الحاضر أو في الزمن الماضي أو في الزمن التام اللي رسالة رح ناخده أو الماضي التام إذن في أي زمن الفعل النظامي خلاص بشكل مطلق هو فعل نظامي وكذلك الفعل الشاز الفعل الشاز هو شاز في كل الأزمينة هاي ملاحظة مهمة جدا سجلوه عنكم تصريف الأفعال هلا استكمال تصريف الأفعال النظامية طبعاً نحن قلنا أنه الأفعال النظامية التي ينتهي جزرها بالنهايات التالية M و N ومسبوقة بحرف ساكن ليس A وضاف لبعض تصريباتها الحرف A لأجل سهولة النطق وين هذا الحكي قلناها؟ في الزمن الحاضر في الزمن الحاضر رح نشوف الزمن الماضي شو رح يصير بهذا الحكي في الزمن الحاضر قلنا أنه عند الـ Do والA والSZ والـ E منضيف حرف A ولنا ما منضيف في بقية التصريفات الأفعال الحرف A لأنه هون عندنا حرف A بشي ما يلتقوا حرفين A وراء بعض هون وهون 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 هلأ في الزمن الماضي نفس الفعل إذا أبدأ صرفه الفعل أعتمن يتنفس أعتمن في الزمن الماضي أنا بدي أضيف أول شيء اللاحقة T-A للزمن الماضي اللاحقة T-A لكل الأفعال جزر الفعل لنا ما بتغير بالفعل النظامي بيضل نفسه لاحظوا عندي هلأ هون في كل التصريفات الأفعال صار عندي حرف M بينتهي جزر الفعل دائما بس بيبلش كمان بحرف T بعدا فبقدر أنا أحط حرف A هنا بين جزر الفعل واللاحقات T-A تبعيد تصريف الفعل الماضي لذلك الحرف A هذا يضاف في حالة تصريف الفعل النظامي في الزمن الماضي بخطيغيتهم لكل الضمائر الشخصية لتصريفات كل الضمائر الشخصية حون ضفناها بس في أماكن معينة والأماكن الثانية ما ضفناها مشان ما يلتقوا حرفين A لأنه النطق بيصير صعب للفعل أما في الزمن الماضي على اعتبال أنه ما رح يلتقى أبدا حرفين A وربعة فيضاف الحرف A لكل التصريفات وبيصير تصريف الفعل على الشكل التالي Ich atme Ich atmete Du atmest Du atmetest Er atmet Er atmete Es atmet Es atmete Sie atmet Sie atmete Wir atmen Ihr atmeten إذاً بضيف اللاحقة A زيادة لكل تصريفات الأفعال في الزمن الماضي ليش؟ لأن هون ملتقى عنا حرفين A وراء بعض هذا هو السبب طبعاً ده أنا أعطيكم معه التفسير ليش؟ مو بس القاعدة والتفسير كمان لما بيكون في سبب منطقي أو قاعدة أعطيكم يعني هلا بناخد مثال تاني لما بينتهي الفعل بحرف M نفسش حرف N خدنا مثالات من M هلا حرف N نفس الطريقة إذن هون ضفنا نحن حرف A في أماكن معينة في الزمن الحاضر أما في الزمن الماضي رح نضيفها لتصريفات كل الأفعال ليش؟ لأنه ما رح يلتقوا حرفين A وراء بعض وبالتالي الفكرة صارت واضحة هلا شرحت لكم ياها بنفس الأسلوب فنصير التصريف الفعل إش رشن إش رشنت دو رشنست دو رشنتست أ أس زي رشنت أ أس زي رشنت وي رشن وي رشنت إي رشنت إي رشنت زي زي رشن زي زي رشنت إذن بضيف الحرف A لتصريفات كل الأفعال أما بيكون شو جزر الفعل بنتهي بحرف N غير مسبوق مسبوق بحرف ساكن ليس A حرف ساكن قبلها ها وليس حرف A هو هون بضيف A هي الزيادة لسهولة النطق لكل الأفعال ليش؟ أنه ما رح يلتقوا حرفين A تمييزاً إلى عند تصريف الفعل في الزمن الحاضر أتمنى المثال كمان يكون واضح ضل عنا كمان هلأ أن الأفعال النظامية تنتهي بالنهاية التالية ARN قلنا قلنا في الزمن الحاضر مثل الفعل Endan في الزمن الحاضر الفعل لا ينتهي بAN وإنما بAN فقط وبالتالي V والزي زي ما قلت؟ ما بضيف كلاحقة للفعل AN لأن الفعل بينتهي هذا شكله مثل شكل المصدر Endan وبالتالي بضيف فقط حرف الان حرف الان حرف الان ونفس الشي في الفعل الماضي تصريف الفعل نفسه في الفعل الماضي طبعاً جزر الفعل بحطه دائماً بعدين لاحقة TA للفعل الماضي بعدين لواحق تصريف هذا الفعل في الزمن الماضي مع الضمائر الشخصية هون نفس الشي هون بضيف فقط حرف الان N في الزمن الماضي كمان ولكن هون شو صار؟ صار الشكل الفعل ينتهي بAN ولكن هاي الان منين جاية؟ هاي الان جاية من TA لاحقة الزمن الماضي وليست كتصريف الفعل مع الضمير الشخصي فيه لذلك فرقت بالألوان لذلك هاي الاخضر دائماً هي لاحقة الفعل الماضي والهدول بالأحمر هي لاحقات تصريف الفعل مع ضمير شخصي معين في بصير تصريف الفعل اندن زيزي اندتن إذن هاي القاعدة كمان بتنطبع على تصريف الفعل النظامي في الزمن الماضي ننتقل كمان هلا للفكرة اللي بعدها قلنا انه الأفعال النظامية التي تنتهي بالنهاية التالية ALN مثل الفعل LACHEN يبتسم LACHEN قلنا فقط عندما نصرفها مع ضمير الشخصي LACHEN منشيل A هون تحتها خط باللون الأخضر لذلك مضروب عليها مع ضمير الشخصي LACHEN منشيله من جزر الفعل منشيله من جزر الفعل طبعاً في بعض الكتب بتحط هذا الفعل في اللغة العامية كمان يعني اللغة غير الفصحة أحياناً بتركوها هي حرف A إذا شفتوه في مكان معين شخص كاتبه بالخطأ أو كذا مو تقولوا إنه أستاذ خالد عطانا القاعدة غلط لا أكيد لا إذن هذا إحدى الأخطاء الشائعة إنه الناس أحياناً في اللغة العامية في اللغة اليومية المحكية أو حتى اللي بيكتب و ما عنده قاعدة قوية في القواعد ممكن يحط حرف A بعض المصادر بتركوه هذا حرف A ولكن الصحيح هو إنه ينشال حرف A هون ينحذف هلأ هذا الحكي وين في تصريف الفعل النظامي اللي بينتهي بALN في الزمن الحاضر في الزمن الماضي البيتغيتوم منرجع منحط الحرف A كأنه ما في شيء إذن تسقط هالقاعدة في هالحالة تنتبه على الصحيح فمع الضمير الشخصي في الزمن الماضي ما منشيل A هاي وإنما منتركه فقط إذن في الزمن الحاضر إذن أفعال ALN تنتهي بALN جزرة الفعل ننشيل هون في الزمن الحاضر A مع الضمير الشخصي إيش أما في الزمن الماضي فبيرجع بينحط مثله مثل بقية تصريف الأفعال الجزر بيتم مثل ما هو إذن هالقاعدة بتسقط على نفس الفعل في الزمن الماضي بتسقط هالقاعدة فبيصير إيش لشلت إيش لشلت ونرجع بحط حرف ال-A بكل بساطة فبيصير تصريف الفعل إيش لشل إيش لشلت دو لشلست دو لشلتست أأس زي لشلت أأس زي لشلت أأس زي لشلت ويا لشن ويا لشلتم إيش لشلت إيش لشلت زي زي لشن زي زي لشلت إذن والترجمة في اللغة العربية صارت واضحة لأنه أنتم حضرانين مع دروس قليل ضمائع الشخصية سأرتوا بتعرفوها كلها إيش لشلت أنا أبتسم إيش لشلت أنا أبتسمت وهكذا الترجمة العربية أكيد صارت واضحة لكل واحد فيكم طبعا درسنا اليوم انتهى هاي الفكرة اللي أخذناها اليوم استكمال تصريف الأفعال النظامية في الزمن الماضي هذه القواعد المهمة طبعا هي أننا معظم الأفعال في اللغة المنزية هي أفعال نظامية وبالتالي تصريفها سهلا و شوفنا و شوفنا هنا الاستثناءات و قواعد صغيرة كمان لازم نأخذها في تصريف الأفعال و في الدرس القادم إن شاء الله رح ننتقل لتصريف الأفعال الشازة في اللغة الألمانية أتمنى الدرس يكون أعجبكم تمنوا لايك على الدرس على اليوتيوب واشتراك في القناة وتحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم